رائع كيف موسم انتقالات الاهلي الاهلي انا برضو شايف ان كانت القصة الحقيقية ان انت يكون عندك ظهير ايسر يعني الناس تقولك الاهلي ما جابش ظهير او صفقة اجنبية خمسة هو مش شرطة جماعة ممكن اجيبها في يناير ويستحسن المناسبة عشان بس يعني انت مش هاي دقتي استنى اليناير ان تعرف احتياجتك بالضبط انما انت عشان تضغط نفسك عشان تجيب صفقة عشان قبل امريكاتهم يتقفل قبل كده حصل والكالتين حسان البادر جاب محمد غدار وكان مستعجل ولم يوفق محمد غدار ولو نفتكر بواليا لما جي في اخر اللحظات برضو مثلا اه فهي دي القصة فانت عندك ثلاثة رص حربة صح شاري حسين وهو يتماس بالقول جثمانية والمهارة ويقدر يلعب تحت كمان نفس كلام محمد شريف نفس كلام حسام حسن وكان لهم ادوار متنوعة في الماتش اللي فات لا وضيف عليهم بقى برستاو ممكن يلعب مهاجم برونو سوفيو ممكن يلعب مهاجم فذلك ما ممكن تتوزف كمان كمان يعني انا مش شاف ان فيه ازمة كبيرة اه الازمة في الحقيقية من وجهة نظري كانت المركز الزاهر الايسر واعتقد ان كريم الدبيس لو لو خد فرص مع علي معلول ممكن يعني يحل المشكلة دي بشكل كبير فذل وجود علي معلول كمان طبع وايمن اشرف كمان ممكن يقوم بالدور ده وهو مقتنع باقي هو اصلا رجل كمان مقتنع باقي من اشرف ليفت باك مش مقتنع بي سنتر باك يعني مش مقتنع بي سنتر باك لان هو شاف ان هو خلاص هو شاف حياة متولي يعني عادة متولي اللي احنا عارفينه صحا بعد طول غياة هو لعب كويس بس يصبط بالزبط هو لعب كويس كذلك نفس الكلام ربيعة طبعا هو عنده يقاف عشان كده ما كانش موجود الماتش اللي فات اه محام العب نعيم حد السول الحركة ده العيد دولي مش 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 هنهر كنا معلي دلوقتي خلاص وعندك الناحية تاني مين كمان وجود اه اكرم توفية عودته انا شاف ان ده بمثابة صفقة جديدة اللي ده